بلوتارك عرب سموه بلوتارك عنده كتاب اسمه العظماء كتاب ممتاز ماذا يقول فيه؟ يقول وجدت مدن بلا أسواف بلا مؤسسات من نوعه كذا وكذا لم توجد مدينة في التاريخ بلا معابد معناها مذ كانت البشرية ومذ كان المجتمع البشرية ومذ كانت المدنية كان الدين دين وتمدين من أول يوم ما فيه طبعا من أول يوم ومع الدين معبه دون معبه ايش عماره عماره فان عماره فقال علاقة دايسن علاقة العلم بالدين جد حديثة مبارح لسا بارع ولدت بس علاقة الدين بالأدب علاقة الدين بالفلسفة علاقة الدين بالفن قد جدا جدا فالدين أثرى مما تظنون أخوة لا توقف مصيره وتقييمه على ماذا على موقف العلم والعلماء منه يعني إيش طبيعة حدد موقفك أيها الدين أكبر من هيك الصلاة هتفكرينيش أني عين هتهزني أنت يعني لما حدد موقف هحدد موقفي بس مش خضيه كبير عندي أنا أنا ولد قبلك بكثير بكثير أنا موجود مذكان الإنسان تحالفاتي من الصعب فكها أنا متحالف مع العمارة أنا متحالف مع الفن متحالف مع الرواية مع القصة مع القصيدة مع الشعر مع الفلسفة الميتافيزيقية والعقلية مع التصوف النزعة الروحانية متحالف مع الشئ كثير جدا جدا لذلك فريمان دايسن قال لك الدين أكثر تشاركية بمراحل من العلم يعني كم من الذين يتشاركون العلم قد قليلا ذكرت لكم في المحاضرة السابقة لكن هذا بحسب لويس والبرت قال الشعب الأمريكي نسبة الذين يتفهمون مبادئ العلم خمسة في المئة مع أن أمريكا بالذات من بين العالم أكثر دولة تضع موازنات للعلم والبحث العلمي والتقني ومع ذلك خمسة في المئة فقط من كل سكانها يتفهمون ما هو العلم كيف يشتغل العلم ومبادئ العلم ما رأيك خمسة في المئة لكن في الدين تفضل بلد الأصوليات أمريكا بلد الأصوليات أكبر بلد ولد أصوليات ويولد أصوليات واضح؟ هذه ملحظات مهمة فكون الدين أكثر تشاركية أكثر تجذرا أقدم من العلم لا يجعل هذا الملف يعني بالخطورة على الدين هو بحيث ذاتي ملف خطر مهم من أي حيثية وأقتم معضرة اليوم من حيثية أن العلم بلا شك مع أنه وليد حديث بعمر ثلاثمائة سنة الآن لكن هذا العلم في هذا الوقت الضيق حقيقة حقق اكتساحات وأنجز نجاحات مذهلة أدارت عقل العلماء أنفسهم فضلا عن أنها أدارت عقودنا عقود العامة الصورة يعني الكونية يسموها أو صورة العالم أو الرؤية الكونية تأثرت للأسف الشديد في العصر الحديث بالعلم أكثر مما فعل أي شيء آخر أكتفي بهذا القدر على أي أن نكمن إن شاء الله في المحاضرة المقبلة والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر